السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم أعزاء الطلاب في درس جديد من دروس الرياضيات للصف الثاني عشر المصارين العلمي والتكنولوجي بعنوان المساحة تحت المنحنة وهو الدرس الثاني من الوحدة الخامسة الجزء الثالث عزيز الطالب سوف نتعلم في هذا الفيديو إيجاد المساحة بين منحنة دالة سالبة ومحور X في فترة محددة والآن هيا بنا عزيز الطالب لنتذكر أن المساحة تحت المنحنة على شكل تكامل محدود فإذا كانت Y equals F of X دالة موجبة أي مرسومة أعلى محور X وقابلة للتكامل على فترة مغلقة من A إلى B فإن المساحة تحت المنحنة Y equals F of X وفوق المحور X من X equals A إلى X equals B هي التكامل المحدود للدالة F من A إلى B فيكون A equals التكامل المحدود للدالة F of X دي X من A إلى B وتذكر أيضا عزيز الطالب أنه يمكننا استعمال المساحات لحساب التكامل المحدود كذلك يمكننا استعمال التكامل المحدود لحساب المساحات وتذكر أيضا عزيز الطالب المساحة بين منحنة دالة ومحور X أولا عندما يكون المنحنة مرسوما أعلى محور X فإذا كانت F دالة متصلة وF of X greater than or equal zero مرسومة أعلى محور X في الفترة من A إلى B كما هو واضح من التنفيل البياني الذي أمامك لإيجاد المساحة بين منحنة دالة والمحور X فإننا قمنا بتقسيم المساحة تحت المنحنة لمجموعة من المستطيلات المتساوية في العرض كما هو واضح من التنفيل الذي أمامك بحيث يكون عرض كل منها مساويا لدلتا X وتختلف في أطوالها من X1 إلى Xn وتكون مساحة المستطيل عبارة عن حاصل ضرب طوله في عرضه فيكون دلتا X ضرب X1 والمستطيل الثاني دلتا X ضرب X2 وهكذا ولإيجاد المساحة تحت المنحنة فإننا سنوجد مجموع جميع المستطيلات المرسومة أسفل المنحنة وفوق محور X وبالتالي سيكون لدينا نموذج هو عبارة عن المستطيل الممثل باللون الأحمر الذي عرضه هو عبارة عن دلتا X ويكون طوله عبارة عن F of X وتكون نهاية المجموع F of X times delta X هي مساحة المنطقة بين منحنة دالة والمحور X من A إلى B أي أن Limit Submission from I equals 1 إلى N لF of X sub I times delta X عندما N تقول إلى مال نهاية equals A حيث أن A تمثل المساحة وبالتالي يكون A equals التكامل المحدود للدالة F of X dx من A إلى B وفي الحالة الأخرى عندما يكون المنحنة مرسوما أسفل محور X فنقول إذا كانت الدالة F دالة متصلة وكانت F of X less than or equal 0 لاحظ في هذه الحالة أن الدالة سالبة لأن قيمتها أقل من الزيرو فتكون الدالة مرسومة أسفل محور X في الفترة from A إلى B وأيضا لإيجاد المساحة بين منحنة دالة ومحور X سنقوم بتقسيم هذه المساحة لمجموعة من المستطيلات المتساوية العرض كما هو واضح من التمثيل الذي أمامك بحيث يكون عرض كل منها equals delta X وتختلف في أطوالها وفي هذه الحالة فإن F of X sub i times delta X هي النظير الجمعي لمساحة القطعة المستطيلة وبالتالي فإن نهاية المجموع هي النظير الجمعي لمساحة المنطقة الواقعة بين منحنة دالة والمحور X من A إلى B ويكون Limit Submission I equals 1 إلى N لF of X sub i times delta X عندما N تقول إلى ما لنهاية equals negative A أي أنها تساوي النظير الجمعي للمساحة وبالتالي يكون المساحة A equals negative التكامل المحدود لF of X dx من A إلى B ومثال على ذلك بما أن الدلا Y equals cosine X less than or equals zero في الفترة من باي أوفر 2 ل3 باي أوفر 2 فإن تكامل هذه الدالة يصبح سالبا وتصبح مساحة المنطقة المضللة هي النظير الجمعي لقيمة هذا التكامل والتمثيل البياني التالي يوضح التمثيل البياني لجزء من الدالة Y equals cosine X وتلاحظ أنه في الفترة من باي أوفر 2 إلى 3 باي أوفر 2 أن جزء الدالة مرسوما أسفل محور X وبالتالي ستكون المساحة المطلوبة أسفل محور X كما هو واضح من الشكل وفي هذه الحالة نستطيع أن نقول أنها تساوي القيمة المطلقة لهذا التكامل فيكون A equals modulus تكامل cosine X DX من باي أوفر 2 إلى 3 باي أوفر 2 أو يكون equals negative التكامل المحدود لكوسين X DX من باي أوفر 2 إلى 3 باي أوفر 2 ولإيجاد هذا التكامل تكون A equals modulus sine X from باي أوفر 2 إلى 3 باي أوفر 2 وبالتعويض عن الحد الأعلى للتكامل فيكون equals modulus sine 3 باي أوفر 2 minus sine باي أوفر 2 ويكون الناتج equals 2 أي أن المساحة المطلوبة هي 2 وحدة مربعة والآن عزيز الطالب مع مثال رقم 3 صفحة رقم 67 أوجد مساحة المنطقة المحصورة بين منحنة دالة F of X equals X squared minus 3X والمحور X من X equals 1 إلى X equals 3 الحل لاحظ عزيز الطالب من التمثيل البياني للدالة في الشكل الذي أمامك أن الجزء المطلوب من X equals 1 إلى X equals 3 مرسوماً أسفل محور X وبالتالي فإن المساحة ستكون equals modulus تكامل X squared minus 3X DX من 1 إلى 3 لاحظ عزيز الطالب أننا قد وضعنا رمز القيمة المطلقة أو رمز المقياس لأن التكامل الناتج سيكون إشارته سالبة وكما تعلم عزيز الطالب من مسلمات المساحة أنه لا توجد مساحة سالبة وبالتالي عند إيجاد قيمة التكامل المحدود لابد من وضعه داخل علامة القيمة المطلقة أو نسبقه بإشارة سالبة حتى تكون المساحة الناتجة إشارتها موجبة والآن نقوم بإجراء عملية التكامل فيكون equals modulus X cubed over 3 minus 3X squared over 2 من 1 إلى 3 والآن نقوم بالتعويض عن الحد الأعلى وهو 3 مكان X فتكون equals modulus عند التعويض ب3 فتكون 27 over 3 minus 27 over 2 minus نقوم الآن بالتعويض بالحد الأدنى وهو 1 فيكون 1 over 3 minus 3 over 2 وبالتبسيط واستخدام الحاسبة كان الناتج equals modulus negative 10 over 3 هل لحظت عزيز الطالب أن الناتج كانت إشارته سالبة؟ وكما ذكرنا منذ قليل من مسلمات المساحة لا توجد مساحة سالبة وكان لابد من أننا نضع رمز القيمة المطلقة أو أن نضع قبل علامة التكامل المحدود إشارة negative وبالتالي يكون الناتج equals 10 over 3 إذن المساحة المطلوبة هي 10 over 3 وحدة مربعة والآن عزيز الطالب حان دورك لتقوم بالحل حاول أن تحل تمرين رقم 14 صفحة 72 استعمل التكامل المحدود في إيجاد المساحة المحصورة بين منحنة دالة والمحور X في الفترة المعطى F of X equals X squared minus 4 والفترة من 0 إلى 2 عزيز الطالب أوقف الفيديو وحاول أن تحل السؤال ثم تحقق من صحة حلك الحل لاحظ من التمثيل البياني التالي للدالة X squared minus 4 أنه في الفترة من 0 إلى 2 الجزء الواقع من منحنة دالة يقع أسفل محور X وبالتالي ستكون المنطقة المضللة أسفل محور X وكما تعلم عزيز الطالب فإن التكامل المطلوب سيكون إشارته سالبة وبالتالي سنحتاج في هذه الحالة إلى استخدام رمز القيمة المطلقة فيكون A equals موديلس التكامل المحدود لX squared minus 4 DX من 0 إلى 2 وبإجراء التكامل يكون equals موديلس X cubed over 3 minus 4 X من 0 إلى 2 وبالتعويض عن الحد الأعلى للتكامل يكون equals موديلس 8 over 3 minus 4 times 2 minus التعويض عن الحد الأدنى فيكون 0 over 3 minus 4 times 0 وبإيجاد الناتج باستخدام الحاسب أو بأي طريقة أخرى كان الناتج equals موديلس negative 16 over 3 فيكون equals 16 over 3 إذن المساحة المطلوبة هي 16 over 3 وحدة مربعة عزيز الطالب في التمرين السابق أوجد مساحة المنطقة المحصورة بين منحنة دالة والمحور X في الفترة الجديدة حيث أن f of X equals X squared minus 4 والفترة from negative 2 إلى positive 2 عزيز الطالب أوقف الفيديو وحاول أن تحل السؤال ثم تحقق من صحة حلك هل لاحظت عزيز الطالب أننا قد غيرنا الفترة فبدلا من الفترة القديمة من 0 إلى 2 أصبحت نفس الدالة إنما مع فترة جديدة from negative 2 إلى 2 ستلاحظ من التمثيل البياني للدالة X squared minus 4 أن المساحة المطلوبة تقع أسفل محور X كما هو واضح من الشكل الذي أمامك وبالتالي فتكون A equals modulus التكامل المحدود للدالة X squared minus 4 DX from negative 2 إلى positive 2 وبإجراء عملية التكامل يكون الناتج equals modulus X cubed over 3 minus 4 X from negative 2 إلى positive 2 وبالتعويض عن الحد الأعلى للتكامل يكون equals modulus 8 over 3 minus 4 times 2 minus نقوم الآن بالتعويض بالحد الأدنى فيكون الناتج equals negative 8 over 3 minus 4 times negative 2 وبالاختصار وإخراج الناتج باستخدام الحاسبة يكون الناتج equals modulus negative 32 over 3 أي أن الناتج equals 32 over 3 وبالتالي تكون المساحة المطلوبة هي 32 over 3 وحدة مربعة ولاحظ عزيز الطالب أنه يمكننا استعمال التناظر لإيجاد نفس المساحة حيث أن الشكل متناظر حول محور Y فتكون المساحة من negative 2 إلى 2 هي ضعف المساحة من 0 إلى 2 ويكون الشكل الذي أمامك يوضح ذلك وبالتالي تكون A equals 2 times modulus تكامل المحدود للدالة X squared minus 4 dx من 0 إلى 2 وبإجراء التكامل يكون equals 2 times modulus X cubed over 3 minus 4 X من 0 إلى 2 فيكون equals 2 times modulus بالتعويض عن الحد الأعلى للتكامل فيكون 8 over 3 minus 8 وعند التعويض ب0 يكون الناتج 0 فيمكن إهماله وعدم كتابته وبالتبسيط يكون الناتج equals 2 times modulus negative 16 over 3 تكون equals 32 over 3 هل لحظت عزيز الطالب أننا قد حصلنا على نفس الناتج الذي حصلنا عليه عند حل التدريب عندما كانت الفترة من negative 2 إلى 2؟ وفي نهاية هذا الدرس نتمنى لكم المزيد من التفوق دمتم سالمين